عرفان أستاذ جامعي عندما كان طفلا توفي والده الفلاح الأجير فتكفل عمدة قريته بالإنفاق عليه وعلى أمه وإخوته حتى أصبح معيدا بالجامعة ثم أستاذا جامعيا وبدلا من رد الجميل لأهل قريته أصبح قاسيا مغرورا يكره كل قروي وكل فقير وكان غير منصف في معاملته لطلابه فهو يميل دائما للأغنياء وللطالبات المتبرجات الجميلات ويعطيهم الدراجات النهائية التي لا يستحقونها بينما يفعل العكس مع طلابه الفقراء أو طالباته الملتزمات وقد تسبب بهذه الطريقة في رسوب العديد من الطلاب والطالبات دون سبب فقط لشعوره بالنقص ولإرضاء غروره فكان مكروها بين طلابه المميزين الملتزمين وكانوا لا يملكون إلا الدعاء عليه بسبب ظلمه لهم خاصة وأن أكثرهم من خارج العاصمة ولا يملكون مصاريف الجامعة ولا تكاليف السفر والإقامة إلا بصعوبة بالغة ولكن عرفان كان لا يهتم بكل هذا ولا بدعاء الطلاب عليه ولا بتهديده بالشكوى للوزير وفي أحد الأيام وأثناء إلقاء عرفان بغروره المعتاد محاضرة للطلاب وقف أحد الطلاب وقال له لماذا كل هذا التكبر وهذا التعالي ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وقبل أن يقوم عرفان بطرد الطالب أو يعيده بالرسوب أكمل الطالب ربما لا تعرفني أنا حفيد العمدة الذي أنفق عليك وعلى أسرتك بعد وفاة والدك الذي كان أجيرا عندنا وقد حكى لأبي أنه كان يعطيك ملابسه وأحذيته ويعطيك الفاكهة التي كنت تشتهيها بعد أن كشف هذا الطالب ماضي عرفان الذي كان يدعي بأنه من أعرق العائلات سقط عرفان أرضا وأصيب بجلطة في الدماغ وانتقل إلى المستشفى وأصبح لا يستطيع النطق إلا بهمهمات وإشارات من يده وفي هذا الوقت بدأت إدارة الجامعة في التحقيق بالشكاوى المقدمة من الطلاب والتي أثبتت فساده وعدم عدله بين الطلاب فأقالته وأصبح عرفان بلا راتب بعدما أنفق كل أمواله في العلاج وبعد أن استطاع النطق قليلا عاد إلى قريته واعتذر للجميع فقال له أهل القرية انتقام الله من الظالم دائما يكون سريعا وأن يبيت الإنسان مظلوما خير من أن يكون ظالما استغفر الله وتب إليه ربما تاب عليك وسامحك المظلومون وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو تقام في الصين القديمة كان أحد الأمراء على وشك أن يتوج ملك ولكن بحسب القانون كان عليه أن يتزوج أولا فكان على الأمير أن يجد فتاة يستطيع أن يمنحها ثقته العمياء وتبع لنصيحة أحد الحكماء قرر أن يدعو بنات المنطقة جميعا لكي يجد الأجدر بينهن سمعت خادمة في القصر بهذه الاستعدادات للجلسة فشعرت بحزن شديد لأن ابنتها كانت تحب الأمير وعندما عادت إلى بيتها حكت الأمر لابنتها فقررت الإبنة أن تتقدم للمسابقته أيضا رغم نصائح أمها بعدم التقدم لأن أجمل الفتيات وأغناهن سيتقدم للمسابقة وفي المساء عندما وصلت الفتاة كانت أجمل الفتيات قد وصلنا إلى القصر وهنا يرتدين أجمل الملابس وأروع الحلي ثم قال الأمير وهو محاط بحاشيته سوف أعطي كل واحدة من كن بذرة ومن تأتيني بعد ستة أشهر حاملة أجمل زهرة ستكون زوجتي وإمبراطورة الصين المقبلة حملت الفتاة بذرتها وزرعتها في أصيص من الفخار ومر ثلاثة أشهر ولم ينم شيء فسألت الفتاة المزارعين فعلموها طرقا مختلفة ومضت الأشهر الستة ولم يظهر شيء في أصيصها ورغم ذلك أعلنت لأمها أنها ستتقدم إلى الأمير في الموعد والساعة المحددين حل يوم اللقاء بالأمير وتقدمت الفتاة مع أصيصها الخال من أي نبتة ورأت أن الأخريات جميعا حصلن على نتائج جيدة وكانت أزهر كل واحدة منهن أجمل من الأخرى ولكنها لم تتأثر رغم همسات وضحكات الفتيات كلما نظرنا إلى أصيصها الخال من أي نبتة عندما دخل الأمير ونظر إلى كل المتنافسات بكثير من الاهتمام والانتباه أعلن قراره وأشار إلى ابنة خادمته على أنها ستكون زوجته احتجت الفتيات جميعا قائلات إنه اختار تلك التي لم تزرع شيئا عند ذلك فسر الأمير سبب هذا التحدي قائلا هي وحدها الصادقة والتي زرعت الزهرة التي تجعلها جديرة بأن تصبح زوجتي إنها زهرة الشرف فكل البذور التي أعطيتكن إياها كانت عقيمة ولا يمكنها أن تنمو بأي طريقة وفازت الفتاة الصادقة بقلب الأمير والذي أصبح ملكا بعد زواجه منها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون شقيقان تزوج الأكبر زوجة صالحة بينما تزوج الآخر زوجة غير ملتزمة وأنجبت كل زوجة ابناء ومرت الأعوام وأصبح لبنان في الصف الرابع وذات يوم عاد ابن الزوجة الصالحة من المدرسة وقد ضاع قلمه الرصاص فسألته أمه وماذا فعلت فقال أخذت قلما من زميلي فقالت له أمه تصرف جيد ولكن زميلك ربح منك الكثير من الحسنات ولكي تكون ذكيا مثله وتكسب الحسنات سأشتري لك قلمين قلما تكتب به والقلم الآخر نسميه قلم الحسنات وهذا لأنك ستعطيه من نسي قلمه أغضاع منه ثم تأخذه بعدما تنتهي الحصة عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فرح الابن وزادت سعادته بعدما طبق الفكرة عملية لدرجة أنه أصبح يحمل في حقيبته قلما يكتب به وستة أقلام للحسنات وأصبح الابن نجم الفصل يقصده زملائه في الأزمات ولم ينس يوما قلم الحسنات حتى تخرج من الجامعة وأصبح مسؤولا عن أكبر جمعية خيرية أما ابن عمه عندما كان أيضا في الصف الرابع وضع قلمه وعاد حزينا إلى أمه غير الملتزمة قامت بضربه ووصفته بالأحمق ونتيجة لقسوة أمه الزائدة قرر الإبن أن لا يعود لأمه فارغ اليدين حيث كان يسرق أقلام زملائه في الفصل ثم سارق أقلام زملائه في الفصول الأخرى وانتهى به المطاف في حجرة مدير المدرسة ليسرقه وكلما عاد لأمه بما سرق فرحت به وكافأته وظل يسرق حتى أصبح لصا محترفا وتم القبض عليه وتم سجنه لاتهامه بسرقات كثيرة وكانت أمه السبب الرئيسي وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى تلك النشأة الأخرى وأنه طويل أمه تم filtered